اشتركوا في القناة تفاصيل اكتر ومعلمات اكتر عن دننا الاسلامي وحكمه عن بني اسرائيل وحكم الدولة الاسرائيلية والعضوية السهيونية اللي بيحصل في الوقت الحالي عن اشقاءنا واهالينا في الفلسطيني وسهل الخير يا شيخ اهلا معكم لا يكرمك لا يكرمك لا يكرمك في الوقت الحالي وكل ما يتعلق بالعضوية الفلسطينية في مصطلحات وتفسير خاطئ للدين الاسلامي بيحصل من العدو السهيوني عن ما ذكره في القرآن عن اسرائيل وبني اسرائيل وجود حقيقة النهاردة يريد بشكل كبير توضح لنا ما ذكره عن اسرائيل وبني اسرائيل والمفاهيم الخاطئة اللي بتصدر في الوقت الحالي عن بني اسرائيل اللي يمكن البعض منا ما بقاش فاهم المعلومة بتتقالت زي هو طبعا الحمد لله ربعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في القرآن عن بني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هسألك أول سؤال جميل من هم بني اسرائيل بني اسرائيل ليسوا اليهود علشان الناس بس يعني بتخلط يقولك تما ربنا قال هو تعالنهم إن هم شعب الله المختار هم بيقول إن هم شعب الله المختار إطلاقا هذا ليس صحيحا إطلاقا لأن بني اسرائيل اسرائيل هو سيدنا يعقوب وبني اسرائيل هم أبناء يعقوب الاثناشر منهم سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف كان أول تواجد لبني اسرائيل في مصر يبقى بني إسرائيل ليسوا اليهود يعني بعض الناس لما بيقرأ الكرآن يقولك تب ما ربنا اتكلم عن إسرائيل ما فيش ذكر لدولة إسرائيل في الكرآن ولكن في ذكر لعلو اليهود في صورة الإسراء إنما كإسرائيل الحالية ذكرها في الكرآن هذا ليس صحيحا إطلاقا وهو فهم خاطئ للكرآن ويمكن بنشوف بعض التصريحات للإعلام الإسرائيل هو بيتكلم بقى أن يقرأوا الكرآن فبعض الناس اللي غير فاهمين واللي ما بيقرأوش بيظنوا إنه هو بيتكلم عن إسرائيل الحالية إن بني إسرائيل هم إسرائيل هم إسرائيل وده مش صحيح وده مش صحيح لأن إسرائيل لسه متأسسة بقالها كم سنة الكرآن نزل من كم سنة يعني فين إسرائيل في 1400 سنة فاتوا فهذا ليس صحيحا إطلاقا يعني ما الفرق ما بين اليهودي والصهيوني كل من هو موجود في إسرائيل صهيوني إنما اليهود دي أنا وفي بعض اليهود معادين لفكرة تجمع اليهود في فلسطين مرة تانية لأن دي علامة من علامات هلاك اليهود فلذلك الصهيونية ليست مقتصرة على اليهود هي حركة عالمية ممكن يكون فيها نصارى ممكن يكون فيها مسلمين بتخدم فكرة معينة وهي قيام دولة إسرائيل يعني الصهيونية ممكن يكون فيها مسلمين كمان دعمين للفكرة ده آه طبعا في جيش الدفاع الإسرائيلي في بعض للأسف يعني في بعض العرب والمسلمين آه بعض اليهود رفضين التجمع مرة أخرى في إسرائيل وشايفين التجمع ده هيكون نهايتهم والبعض الآخر شايف أن التجمع ده هو أساس سموع له إسرائيل وتحكم العالم ككل حكم الفكرة ده في الدين الإسلامي أولا هم عندهم نبوآت كتيرة متحرفة آه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تقوم الساعة ده حديث صحيح حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنها من أشجر اليهود وذلك من العجيب بقى أن هم بيكثروا من زراعة شجر الغرقد هم مؤمنين أن الإسلام هو دين الحق يمكن حصلت مواقف كتير قبل كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني إسرائيل لما راح عند بني النظير وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فواحد منهم اسمه سلام بن مشكم سيد زعين قال يا معشر يهود لا تفعلوا بتعملوش اللي انتوا اتفقتوا عليه فإنكم إن عزمتم على ذلك أخبره ربه لو انتوا هتروحوا تعملوا كده يعني ايه أخبره ربه يعني هو بيجي له الوحي يعني هو رسول يعني هم موقنين أنه هو رسول ولذلك حيي بن أخطب زعين بن النظير لما شاف الرسول جاي المدينة فأخوه بيسأله أهو هو هو دا اللي موصف عندنا في التوراة أنه هو نبيه آخر الزمان لأنهما كانوا بيعتقدوا أنه هو حيكون من بني إسرائيل قال هو هو قال أتعرفه وتثبته انت متأكد قال أعرفه وأثبته قال وماذا أعددت له قال عداوته ما بقيت يعني مش يقول أنا أعرفته متأكد أنه هو رسول الطبيعي لإنسان مؤمن عنده عقيدة إن أنا أعمل إيه أتبعه أبقى مؤمن به فرد عليه رد يعني يدل على كيف يفكر اليهود الآن يعرفون الحق وينكرون الحق الشيخنا أنا كده هو سؤال بسيط لكن هو متحالي هو أشمل وإحنا في صدد حرب صخيونية إسرائيلية أم هي حرب دينية إحنا في حرب دينية في الوقت الحالي يقينا حرب دينية والشيخ الشعراء عليه رحمة الله قال ينبغي أن نتعامل مع الحالة اليهودية الآن في إسرائيل على أنها حرب دينية وليست قومية أو سياسية ده قال الكلام ده من زمان وحتى دلوقتي بقينا نشوف تصريحات لبعض الأمريكان عن قيام دولة إسرائيل وأنهم بيدعموا فكرة وجود إسرائيل حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام فهي حرب قائمة على أساس ديني عقائدي لا شك في ذلك حرب عالمية ديني ده أكيد ده أكيد الحيكل تحت المسجد الأقصى حيكل سيدنا سليمان البحث عنه من سنين من وقت حرب 67 إقصة الحيكل ولماذا هو العنصر الأساسي للعدو السهيوني إنه هو ده التارجد إنه هو بيدور عليه طبعا إحنا عندنا الهيكل تاريخيا ليس له وجود تاريخيا تاريخيا ودينيا ودينيا ليس له وجود إلا في كتب اليهود وفي مغلطات كتير يعني فندها بعض علماء الإسلام عن فكرة الهيكل وأنه خرافة وغير موجود والدليل اللي حترك ذكرته ما بيمتلكوا أعلى معدات حفر في العالم تكنولوجيا وميكانيكيا إلى الآن وهم عارفين إنه هو في المكان المحدد ده ما وصلوش لدليل واحد على إن الهيكل موجود وهم بيروجوا للعالم كله إن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل المسجد الأقصى موجود قبل وجود سيدنا سليمان أصلا تاريخيا المسجد الأقصى موجود قبل الوقت ده وموجود في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وذهب إلى بيت المقدس وسيدنا إبراهيم هو أبو سيدنا إسحاق أبو سيدنا إسرائيل وسيدنا عقوب اللي جاء من بعد كده نسله وهم بني إسرائيل كلهم ففكرة الهيكل هي فكرة خرافية غير حقيقية ليس لها وجود ولكن في العقيدة اليهودية ركن أساسي من أركان قيام الدولة وأنه حيكون فيه عرش الملك اللي بوجوده حيحفظ لليهود دولتهم ولذلك يعني إن شاء الله هم إلى زوال إيه قصة الهيكل هيكل سيدنا سليمان إيه هو الهيكل الهيكل ده يعني في بعض الناس بيعتقدوا أنه هيكل جسم الإنسان لا ده مش صحيح الهيكل ده عبارة عن معبد لذلك هم عاملين له تصميم والتصميم ده يعني منشور على وسائل التواصل الناس تقدر تشوف يعني شكل الهيكل والمبنى بتاعه عامل إزاي فهو معبد يهودي ده حيكون رمز لقيام الدولة وعدم فناءها مرة تانية لأنهم عندهم عقيدة أن الدولة اليهودية لا تعيش أكثر من 80 سنة وذلك نتنياهو لما طلع وقال تاني دولة اليهودية ما تعيش أكثر من 80 سنة من أكثر من 8 سنة نتنياهو قال إيه بقى تصريح آخر الفترة الأخيرة قال أنا بأجاهد من أجل عيد ميلاد المئة للدولة اليهودية لأول مرة في التاريخ البشري تعيش مئة سنة فهم عندهم يقين إن هم اقتربوا من النهاية عشان كده هم بيدوروا على الهيكل علشان كده هم بيدوروا على الهيكل يكون رمز لبقاء الدولة ولكن ما فيش هيكل أنا أهو ما عرف المعلومة أنا ما عرفش المعلومة دولة إسرائيل عمرها 80 سنة ما فيش دولة لليهود مش إسرائيل يعني كانت يقال إن كانت في دولة اسمها إسرائيل بعد سيدنا سليمان انقسم أولاده لقسمين فدولة كانت إسماها إسرائيل في تقريبا في جنين أو في مكان في بيت المقدس والدولة التانية كان عاصمتها القدس ولكن ما فيش دولة بيتعيش لهم أكتر من 80 سنين هل العلم الإسرائيلي الخطين زرقوا ما بينهم نجمة داود هل هو فعلا رمز من النيل إلى الفراط ده معلم من أيام هيرتزل يعني ده قيام الصهيونية ده كان العلم اللي وجد بقاله 100 سنة تقريبا والخطين النيل والفراط وللنجمة داود اللي هي الرمز اليهودية فده أمر معلم ما فيش حد بيخبيه منهم نبوءة الإسرائيلية اللي ظهرت الفترة الفترة الأخيرة وابتدت أن تتدور على السوشال ميديا إن إسرائيل بتسعى لحصول على سينة وحصول على جزء من لبنان وجزء من الأردن حتى تكتمل موقف الدين ما هو هم عندهم أفكار هذه ليست صحيحة دينيا وبعض المعتقدات ولذلك هم علشان تقوم دولة إسرائيل كان عندهم خطط بعيد المدى اللي هو فيه تلت دول لابد ويحصل بينهم صراعات وتفكك اللي هي العراق وسوريا لأن دي أقنت أقوى جيوش موجودة في المنطقة ومصر ونسأل الله أن يصرفهم ويصرف أذاهم عن مصر وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم وأن يحفظ مصرا ويحفظ أمنها وأمانها فهم عندهم فيه معتقد أنا شفت الخريطة دي اللي هو أغدسينا مع جزء من السعودية اسمع حتى في السرش خريطة إسرائيل الكبرى ولكن إسرائيل الكبرى من النيل الفرد حتى أنا شفت خطاب للرئيس السادات بيقول إن إحنا كده كده حنحصل حرب بيننا وبين إسرائيل لأنهم لن يتخلوا عن أحلامهم وعن معتقدهم بضم جزء كبير من مصر وده غير وارد أصلا يعني إداريا علشان يخضوا المساحة دي كلها عددهم غير كافي لإدارة المنطقة الشاسعة فده أمر بعيد المنال بس حك الكلمة اللي احنا لخصنا فيها الحوار ده أو إنه إحنا في صدد عالميا إحنا كنا فاكريين إنها حروب سياسية أو نتكلم بشكل أو بآخر صراعات سياسية لكن إحنا مرة واحدة كلنا فوقنا لأ دي حرب دينية مش حرب إسرائيلية وخصوصا حيات كنت بتكلم عن الجيش نتكلم عن الجيش العراق جيش سوريا ودولة العراق ودورة سوريا تم حصل فيها صراعات وحصل فيها مشاكل بشكل أو بآخر فهل المنطق بيقول إن الدور جاي علينا إحنا لا شك إن العدو الرئيسي لدولة إسرائيل هو مصر رقم واحد ولا شك يعني أنا في بعض الأصدقاء في قوات المسلحة وبنقعد تكلم معنا قال لك إحنا بندرس في الكلية الحربية إن العدو رقم واحد إسرائيل وده أمر غير خفي فبالنسبة لنا هم العدو رقم واحد التهديد رقم واحد لمصر وبالنسبة لإسرائيل التهديد رقم واحد هي مصر فهذا أمر ليس خفيا إطلاقا يعني إيه قصة العجل الأحمر اللي أخذت فترة كبيرة كلام عنها الفترة الفارسة هي طبعا دي برضو من ضمن الخرافات المنتشرة وهم عندهم بعض بنسميها التقوس لقيام الدولة الصهيونية ومن ضمنها بقى ظهور العجل ده ودي نبوآت كلها خرافات وإن هما يقيموا الهيكل وإن يرجع بقى سيدنا عيسى مرة تانية لنصرة اليهود فدي كلها خرافات لا أساسة لها من الصحة لم تذكر في القرآن بشكل أو بآخر ولم يعني يستدل عنها بأي سند بشكل أو بآخر لا 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 إطلاقا إطلاقا التفاصيل كتيرة جات للفترة اللي فات عن عجل أحمر مفهوش شعر سوداء ده معنى إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك هي في الآخر خرافات ليست حقيقية يعني لا القرآن نتكلم عن العجل إلا عن البقرة اللي هي بقرة بني إسرائيل ودي كانت في عادة سيدنا موسى والعجل اللي عملوا السامري من الذهب وده برضو كان يعني الموقفين ليسوا في صالح اليهود سواء قصة البقرة أو قصة العجل لأنهم عبدوا العجل وعلى فكرة اليهود من أغرب الأمم التي مرت على تاريخ البشرية ناس عجيبة جدا ربنا سبحانه وتعالى خرجهم من مصر لأنهم كانوا استعبدين المصريين استعبدوا اليهود علشان كانوا يعني وضعوهم صعب جدا وقلبوا الحق باطل وساعدوا الهكسوس على حكم المصريين فلما جه أحمص وطرد الهكسوس من مصر استعبد اليهود وسيدنا موسى خرجهم من مصر البحر تشأ آية عجيبة معجزة فريدة وهم بعد ما عدوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام الله معدين على الناس بتوعبود الأصنام المفروض كواحد شاف معجزة والبحر تشأ وغرق جيش فرعون لما يشوف ناس بتوعبود الأصنام يقول لهم إيه أنتوا ناس مجنين ده أنا بعبد إله يشقوا ليه البحر فقالوا سيدنا موسى إيه اجعل لنا إلها كما لهم أله قال إنكم قوم تجهلون أنتوا ما بتفهموش إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطلوا ما كانوا يعملون ولذلك لما راح عند بيت المقدس عشان يدخلوا بيت المقدس قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين شوف قلة الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون يعني بقولوا روح حارب أنت وربك لما تخلص إحنا عادين هنا وبعدين ربنا كتب عليه متيه أربعين سنة ولذلك يعني قالوا يا دول الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كان سيدنا أبو بكر الصديق ماشي كده في المدينة ففي بيت اليهود اسمه بيت المدراس بيت ده بيعلمه فيه التوراة فلقاهم بيعلمه توراة محرفة يعني والحخام بتاعهم اللي قائم على تعليمهم اسمه فنحاص فقال له يا فنحاص اتق الله يعني أنت عارف إن الرسول هو الحق فاتبع الإسلام وبلاش تضل الناس فقال له إيه والله يا أبا بكر ما نحن بفقراء إلى الله والله هو الفقير إلينا وما نحتاج إليه كما يحتاج إلينا وما نتضرع إليه يعني بيقول لهم لما ربنا بيحتاج حاجة بيطلبها مننا وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا سيدنا أبا بكر ما استحملش فضربه حتى غابت معالم وجه بوز له وشه فقال شاكيا للرسول صلى الله عليه وسلم فنحاص ده راح يشتيك سيدنا أبا بكر عند النبي صلى الله فالرسول بيقول لي يا أبا بكر يعني ده بيننا وبينهم معاهدات إزاي تعمل كده فحكى له اللي حصل ففنحاص قال إيه قال والله ما قلتنا أول مرة أسمع الكلام ده أنت جبت الكلام ده منين فنزل سيدنا جبريل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أبنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق تخيل واقف قدام الرسول له عارف أنه رسول ومؤيد من السماء ويكذب فالناس دي طب يعني طبائعهم غريبة لم ترد في تاريخ البشر إلا على أوصاف اليهود خلينا نروح لصورة البقرة وذكر بني إسرائيل ثلاث مرات يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين عشان تم الإسناد إن بني إسرائيل هنا هم إسرائيل وحكي قلت إن إسرائيل مش هم لا طلقا طلقا وهم أولاد سيدنا يعقوب مظبوط هم جزء من بني إسرائيل وليس هم بني إسرائيل هم جزء هل اليهود مغضوب عليهم من المولى عز وجل شوف بقى يعني كتير إن الناس متعرفش المعلومة دي إحنا بنقرأ صورة الفتحة كم مرة في اليوم سبعتاشر مرة لعدد ركعات الفريضة ركعتين الفجر واربعة الظهر بقى دي كده كام ستة واربعة العصر بقى دي كده كام عشرة وثلاثة المغرب واربعة العشة سبعة سبعة وعشرة سبعتاشر في السبعتاشر مرة بنقول إهدنا الصراطة الإيه مستقيم صراطة الذين نعمت عليهم غير الإيه مغضوب عليهم مين هم المغضوب عليهم اليهود 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 نسترجع لتفسير هتعرف أن اليهود هم المغضوب عليهم ولذلك أمر عجيب جدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هل الناس دي مقبولين في الأرض؟ تخيل احنا بنشوف دلوقتي الإعلام الغربي والمؤثرين في العالم الغربي ومظاهرات ناس ما لهاش علاقة بالدين الإسلامي خالص والأنشودة السويدية دية اللي قسرت الدنيا وكل موقف إنساني مع أطفال فلسطيني والقضية الفلسطينية هم ناس حتى يعني من ضمن الحاجات اللي ذكرت لما هتلر عمل فيهم اللي عملوا ده فأحد الجنود الألمان بيؤمر جندي ألمان إن هو يضرب حد من اليهود فرفض فقال لي اليهود اضربه فراح عليه علشان فعلا يقتلوا قال له علشان تعرف طبيعة الإنسان اللي قدامك ده ناس ما عندهاش أي مبدأ وما عندهاش أي أخلاق طلقوا ليه أطلق على اليهود هذا الاسم اليهود اليهود صفة دينية يعني إن هدنا إليك يعني كمسمى ديني مسمى ديني أصحاب السبت ما هم اليهود دايما أهل جدال حتى في سورة البقرة لما نعرف شف سبحان الله ضمن المناسبات العجيبة يعني سورة البقرة ليه سميت سورة البقرة الليك لك عشانه وجود قصة البقرة فيها قصة سورة البقرة فيها آيات عظيمة جدا اعظم آية في القرآن آية الكرسي أطول آية في القرآن آية الدين فيها قصة إحياء الموتى لسيدنا إبراهيم فيها قصة خلق آدم وإذ قال ربك الملكة إن جعلهم في الأرض خليفة فلما تيجي تشوف أكبر صورة في الكرآن اسمها صورة البقرة فتسأل إيه هي قصة البقرة فهي قصة جدال اليهود مع سيدنا موسى فلذلك أصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى عظم لهم يوم الجمعة فقدلوا قالوا لا إحنا عايزين السبت بيعرضوا مين ربنا فربنا قال لهم يوم السبت ده ما تعملوش في أي حاجة يوم أجازة عبادة بس تشتغلوش فيه ففيه قرية حاضرة البحر جنب البحر وربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت يوم السبت بعشر ربنا يختبرهم ويبتليهم يلاقوا السمك ماشي على وش الماء والحتان تظهر كده استأتيهم حتانهم شرعا الحتة اللي فوق دي بينة كده ومشيين وتأتيهم أسماكهم سمانا ضخاما سمك حلوة كده وبعدين يوم السبت يعدي ما فيش سمك في البحر وطال عليهم الأمر ما شم عصوا ربنا يقول كذلك جزيناهم بما كانوا يفسقون ناس عندهم أخلاق سيئة جدا فقاموا عملوا شباك وحطوها ويوم السبت يعدي يروحوا يطلعوا الشباك يوم الاحد ففي الناس انقسموا قسمين مجموعة منهم قالت احنا نسمع كلام ربنا ومش هنعمل اللي بيعملوه فلما لأهم بيتجرأوا على هذا النهي الإلهي بانوا بينهم سور قالوا خلكم أنتوا لوحدكم عشان لو العذاب نزل ينزل عليكم أنتوا بس في يوم صح الصبح ما لأقول لهمش صوت فأحدهم صعد إلى السور عشان يشوف فوجدهم مسخوا قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ربنا سخطهم يعني قردة والعياذ بالله أنا عايز حركة تشرح لنا بشكل بسيط إيه الحكم في الصلح مع اليهود دينيا في كتاب الله عز وجل ده معنى آخر التطبيع تمام في فرق ما بين التطبيع مع اليهود والتطبيع مع إسرائيل اليهود أهل كتاب نأكل من طعامهم ونتزوج من نسائهم ونعاملهم ونتاجر معهم ونقيم معهم المعاهدات لو كان لهم مكان خاص بهم ولكن إسرائيل ليست أو لا ينطبق عليها هذا الأمر ليه إنهم ناس مغتصبين للأرض ليسوا أصحاب حق وقتلت الأطفال بيننا وبينهم دماء فهذا الأمر وهم فكرة قيام دولة إسرائيل قائمة على إضعاف الشرق الأوسط كل هي أن تتحكم لذلك بايدن قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لسعينا إلى إيجاد إسرائيل فهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط فده أمر مفروغ منه فإحنا ليس من العقل ولا الحكمة إن إحنا نبقى عارفين الأهداف المعلنة على إضعاف المنطقة والسيطرة عليها وبعدين إحنا نروح نطبع معهم فدينيا الأمر واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم أقام مع اليهود المعاهدات وكل اليهود خانوا العهد يهود بني قريزة بني قينقاع بني النظير ويهود خيبر كلهم خانوا العهد أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ فهذا أمر صفى دائمة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ليسنا منها استثناء لذلك ربنا يقول لنا إيه أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ إِنْتَ طَمْعَانُ إنهم يعملوا كويس وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني هو متأكد إن كلام ربنا وعارف إن كلام ربنا ده مقصود منه إيه وبيحرفه وهو قاصد تحريفه أنت متخيل بقى أنه هو يجي يعني دي علاقته بالإله بالله سبحانه وتعالى فكيف علاقته بالبشر يعني أَفِخَيْ أَدْرَعِيْ قال إن الكرآن بيؤكد إن صفة الخوارج تنطبق على حماس والمقاومة يعني إيه الخوارج وهل كلام ده صح أو لا المصطلح الخوارج ظهر عندما خرج الناس وعلى سيدنا علي بن أبي طالب تمام ففكرة الخوارج بمعنى يعني أوضح كده وأبسط الناس اللي بيخرجوا عن القانون بيخرجوا عن ولي الأمر فهو بيعتبر نفسه أنه هو الحاكم أنه هو صاحب الأرض صاحب السلطة صاحب الحق وأنهما دولة معتدين عليه ببساطة شديدة لو في حد وصلوا هذه الفكرة أنه هو شايف أن المقاومة الفلسطينية خرجوا على القانون وخرجوا على الحق واعتدوا على شيء ليس من حقهم فيبقى ده كلام أَفِخَيْ أَدْرَعِيْ ده صحيح لو هو شايفهم أنهم أصحاب الحق وأنهم بيدفعوا عن نفسهم وعن شعبهم يبقى كلام أَفِخَيْ أَدْرَعِيْ ده يعني إيه غير صحيح في مقولة لأَفِخَيْ قال فيها استخدمت حماس حكم سعدة لازم تنع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل صلاته والسلام تنفيذه إيه حكم سعدة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بني كوريزة قلنا أن اليهود كلهم خانوا العهد شوف الرسول عاهدهم وكان بينهم عهود ومواثيق والتزم النبي بجميعها كل اليهود خانوا العهد يهود بني قينقاع أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وكلهم هلكوا لما مشوا المدينة ومشوا زريتهم خلاص كلهم ماتوا يهود بني النظير خرجهم ليهود خيبر استقبلوهم يهود خيبر يهود بني كوريزة خانوا الدولة الإسلامية في أضعف أوقاتها اللي هو وقت الأحزاب لما الجمع عشر تلاف مقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق فاليهود خانوا العهد وكانوا متحلفين مع قريش وده طبعا كان من ضمن بنود المعاهدة إن هم ما يتحلفوش مع قريش إطلاقا فخانوا العهد وإن الرسول لما يتعرض لهجوم هم يقفوا يدفعوا معاه ولو هم يتعرضوا لهجوم النبي صلى الله عليه وسلم يقفوا يدفع معاه فلما خانوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن معاذ كان مصاب وقتل ومات بعدها شهيد بأيام فحكم فيهم لأنهما كانوا حلفائه قبل الإسلام كانوا حلفاء سيدنا سعد بن معاذ حكم أن يقتل جميع الرجال لأن دول ما لهمش حل آخر كل ما يروح حتى اليهود بني النظير لما راحوا اليهود خيبر تبعد عن المدينة حوالي 100 كم وكانوا ناس ما لهمش علاقة بالسياسة يعني هما كانوا يهود عرب فلما راح بقى حيي بن أغطب زعيم بن النظير بقى اتخيبر منصة للكيد والتخطيط ولقتل المسلمين لذلك بعد كده أرسل ليهم سيدنا علي بن أبي طالب قضى عليه فحكم سيدنا سعد بن معاذ نفذه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريزة وقتل جميع رجالهم هل احنا كان ممكن نلخص اليهود من تعليم الدين الإسلامي ومن قصص الدين الإسلامي ومن قصص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن اليهودي خائن خان ربه وخان معظم الأنبياء ومعظم الرسل ده أتلوا الأنبياء قتلوا الأنبياء قتلوا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى نشروه بالمنشار فدول قتلتوا الأنبياء فدول لا عهد لهم ولا ذمة دول سرطان البشرية سرطان البشرية لذلك هم يهتمون اهتمام بالغ بكسب حكتين المال والقوة ويدمروا العالم بالخمر والمخدرات والفواحش يعني كل الصناعة الغير يعني صناعة الأفلام الإباحية مملوكة لرجال أعمال يهود هم بيحاولوا أن هم يكونوا أقوى ناس وكل أسباب القوة في إيديهم وكل أسباب الضعف عند العالم كله حتى يظل محتاج لهم حكم المقاطعة اللي بيقوم بيها ناس كتير في الوطن العربي للمنتجات الدعمة للصهيونية وإسرائيل إحنا شوفنا دلوقتي موقف الأزهر الشريف وموقف ضرر الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف تصريحات وزير الأوقاف بشكل مباشر وإحنا يعني منطقيا سيبنا من الدين خالص ونقولش حلال ولا حرام واحد عنده شركات تجارية ولما إسرائيل بتقع في مشكلة بيدعمها ويدها فوس وأنا شايف أن دول أعدائي لما اشتري المنتجات دي مساحة المكسب والأرباح بتاعته السنوية هتبقى ضخمة جدا يبقى عنده هامش كبير جدا أنه يدعم هذا الكيان في المقابل أنا عندي مصانع وشركات يعني ليه أحد الأصدقاء راح على معبر رفح بيقول لي قسما بإله العظيم أول ما قاله يا مساعدات رجال الأعمال المصريين من غير دعم حكومي ولا الدول المنحة والكام ده كله في كمية عربيات وشاحنات موجودة متجيب أولها من أخير في رفح والعريش دول أهلنا دول المصريين فأنت لما تشجع المنتج المصري ما فيش دولة بتنهض اقتصاديا غير لما بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على المنتج المحلي وتطور وتصدره كمان أه بس شيخ عبدو خلي بالك الموقف الديني هو موقف مع المقاطع أما الموقف الآخر وبعد تصرحات من الحكومة الاقتصادية هذه المقاطع بتضر الاقتصاد المصري بتضر الاقتصاد المصري وقتيا أنا مع حضرتك ما دي رؤوس أموال جاية تستثمر عندي ولكن لو وصلنا المرحلة من الاستغناء خلاص احنا مش محتاجين احنا أصلا بنصدر للخارج ولذلك لما ندرس النهضة الصينية وندرس النهضة الماليزية وكتير جدا من دول العالم اللي نهضت في وقت كياسي جدا نهضت ازاي؟ عن تشجيع المستثمرين انهم يدخوا أموالهم ولا عن لذلك الصين في الفترة الأخيرة اشترت معظم الشركات الأجنبية فترة كورونا واللي حصل ده ليه لأنه أصبح في مرحلة اقتصادية بيصنع بيصدر هم مصنع العالم كله ده بالفعل وإحنا مش هنوصل للمرحلة دي اقتصاديا غير لما نعتمد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي دينيا انت مع المقاطع يا شيخ ده قولا واحدا وأنا أرى أن من يذهب لشراء الحاجات اللي هي المقاطعة دون ضرورة يعني حاجات بقى طبية ملهاش بدايل حاجات إلكترونية ملهاش بدايل هو في حاجة لها من يفعل ذلك دون ضرورة فهو آثم واحد ما بقى شليه نفس انك انت يعني أنا بتخيل نفس في حاجات انت بتعود ثلاثة عشرية مستوردة بس المتخيل ان الحاجات دي كانت سبب في قتل ولادنا هناك واحد مش هبالي نفس أصلا ما هيتعامل مع الحاجة دي ده أكيد هل إسرائيل هتنتهي عشرين سبعة وعشرين ده بالكلام اللي بيتقال من تفسير لبعض الشيوخ ان دولة إسرائيل لا تكتمل بتعديش تمانين سنة وهل هم بيصعوا بشكل أو بآخر ان هم يعدوا تمانين سنة ولو إسرائيل هتنتهي عشرين سبعة وعشرين هل ده ما نبدأ نهاية العالم أولا ايه أولا أنا شفت تصريح للشيخ أحمد يسين اللي هو مؤسس كبير يعني في المقاومة الفلسطينية وخصوصا حماس تقريبا كان بيتكلم في تصريح بيقول أنا يعني لا أعلم الغيب ولكن حسابيا وبناء على ما ورد في التوراة وتاريخ للدولة اليهود عبر مر التاريخ كله إن عشرين سبعة وعشرين هيكون نهايتهم و نيتنياهو نفسه شايف إن دولة إسرائيل ما بتعش أكتر من تمانين سنة فهو بيقول أنا بأمل إن أنا أوصلها لعيد الميلاد المئة ده ده طموحه ودي أفكاره يعني وذلك هم بيسعب شكل كبير جدا إن الأحداث الحالية بالنسبة لهم فتتت الجبهة الداخلية وكلام بعض الحخامات اللي هم معادين لفكرة إنشاء دولة إسرائيل في القدس إن هم شايفين هم بيتجمعوا من كل أنحاء العالم هذه النبوءة تدل على زوالهم فطبعا فكرة إن هم ينتهوا فترة قريبة دي أنا موقم بيها جدا لهم أصلا يعني دولة غير متمسكة داخليا هل ده يكون نهاية العالم قطعا لن تكون نهاية العالم إحنا عندنا نبوءات وعن نهاية الزمان لم تتحقق لسه فيه فترة طويلة جدا هيحصل فيها عدل ويسود العدل للكرة الأرضية وبعدين يحصل العلامات الساعة الكبرى هتأتي مرة أخرى فاللي بيحصل دلوقتي يدل على زوال إسرائيل موقنهم بذلك كتير جدا من المحللين العسكريين بعيدا بقى عن النبوءات إن أصبحت المقاومة تمثل خطر وجودي على إسرائيل بالتطور احنا شوفنا ناس بالحجارة بعدين بالسكين وبعدين بالسلاح اللي هم صنعوا محليا لحد دلوقتي بنشوف طيارات مسيرة وغوصات وسواريخ بتغطي كل الكيان الإسرائيلي فالتطور الكبير ده والجنود المدربين تصريحات أحد الأمريكيين لما بيقول إن هم الأمهر على كوكب الأرض بالإمكانيات ديت وبيحققوا الإنجازات العسكرية دي فيقينا هتزول إنما هذه نهاية العالم لا أعتقد ذلك لأن نحن عندنا نهاية العالم معروفة أنبقى نبيها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الصورة علامات الكبرى يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى من علامات الكبرى بس دولة مش من بداية كمان العلامات الكبرى مش من بداية العلامات الكبرى إيه موقفهم في اللي بيحصل دلوقت ليه بيسند ليهم إن يأجوج ومأجوق هيظهروا في وقت ملوقعات من اللي بيحصل فيها هيحصل بقى نزول سيدنا عيسى ما هو الحاجة المشتركة ما بين اليهودية والإسلام والنصارى إن سيدنا عيسى حينزل في آخر الزمان هم بيعتقد أنه حينزل ينصرهم والنصارى يعتقدون أنه حينزل ينصرهم والمسلمون يعتقدون أنه حينزل مع سيدنا المهد المنتظر وحيقاتل المسيح الدجال فهتظهر الدب التي تكلم الناس وخروج الشمس من مغربها والمسيح الدجال وتحصل الحرب دي ولما تنتهي وينتصر سيدنا عيسى والمهد المنتظر والمسلمون على المسيح الدجال هيخرج يأجوج ومأجوج لما يأجوج ومأجوج هيخرجوا هيدمروا كل شيء سيدنا عيسى والمهدي والمسلمون اللي معاهم مش هيكون مطلبين إنهم هيحربوا يأجوج ومأجوج بس هيكون مطلوب منهم يتحصنوا في جبل الطور في سيناء يتحصنوا في جبل الطور في سيناء جبل الطور مصر دي لها خصيصة عند الله عز وجل أكثر البلاد ورد ذكرها في القرآن الكريم حقيقة وتلميعا والتين والزيتون وطور سينين بجانب الطور الأيمن اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم أليس لي ملك مصر وهذه وقال الذي اشتراه من مصر المرأتين فهذه بلد يحبها الله والمكان الوحيد الآمن على وجه الأرض في فترة يأجوج ومأجوج هي جبل الطور في سينة لحد ما يأجوج ومأجوج هيهلكوا ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم حشرة زي دودة كده صغيرة هتخرج من خلف أذنين فتقتلهم كرجل واحد كلهم حيموتوا في نفس اللحظة ثم يرسل الله عليهم طيرا كأعناق القبل طير ضخم جدا ويخدهم إلى ما شاء الله وبعدين سيدنا عيسى واللي معاه هيكونوا في مجاعة لأنهم محاصرين في جبل الطور وتمتلئ الأرض عدلا مرة أخرى فلسه يعني ايه الوقت طويل نقص الوقت طويل نقص الوقت طويل المهد المنتظر هو من ناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي يخرج في بلاد الشام ويتبعوا للمسلمين وينزل سيدنا عيسى ولمهد المنتظر هيكون هو قائد الجيش وينتظر على المسيح الدجال في الوقت ده المهد المنتظر يعني بلاد الشام من سوريا للبنان للأردن على ما أذكر في حمص تقريبا هي هتبقى سوريا أفخاي قال نهاية خاتمة سعيدة عبارة رددها الشعب إسرائيل قبل حلول عيد الغفران والسبب هو في هذا اليوم ينتهي حساب رب العالمين لشعبه يوم بينهي كل سيدة ده عيد الغفران عندهم كأنه يوم كده مطالبين فيه بالصيام بامتنع عن التناول الطعام والشراب والعلاقات الزوجية وما إلى ذلك طلبا للغفران من الله عز وجل وإن اليوم ده هو اللي بيحدد السنة اللي بعده هتبقى عاملة إزاي هيبقى فيها خير ولا فيها شر فده معتقد عند اليهود شيخ عبدو برؤيتك للأحداث ودراستك وحفظك للقرآن الكريم هل دي نهاية إسرائيل في الوقت الحالي؟ هل كل المؤشرات بتودي أن دي نهاية إسرائيل حتى لو فسدوا وقتلوا وعملوا كل اللي هم بيعملوا؟ هو طبعا حضرتك ذكرت نقطة لمسة قلبي شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه هم طبعا اللي حدرك شايفه كل العالم يراه إن هم فسدوا وأفسدوا شوف ربنا يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين دي الجرائم اللي هم عملوها الوحدة كافية وعلى مر تاريخهم كل ما كانوا بيفسدوا في الأرض كلما كانوا معاقبهم الله عز وجل فقتل الأطفال وهدم المستشفيات على رؤوس المرضى والمسنين وهدم البيوت على ساكنيها وهدم المساجد والكنائس نحن شوفنا ضرب المستشفيات المعمداني وضربوا الأزهر فهذه الأمور لوحدها ذنب عظيم كبائر مجتمعة مع بعضها فأنا يقينا ستزول إسرائيل إمتى هتزول قريب بعيد أنا لا نعلم الغيب ولكن كل المؤشرات سواء كانت عسكرية أو يعني علاقتنا بالله عز وجل نأمل بذلك أن تكون نهايتهم قريبة بإذن الله في ناس كتيرة متعطفا على الأضايا الفلسطينية لكن ما لهم شو دور يعملوا غير الدعاء أو يتمنى لكلهم دور أكبر الشعب المصري يعتبر هو شعب الفلسطيني يعمل اللي عليه النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه يقول إذا من رأى منكم منكرم فلغيره بيده فإلا ما ستحفى بلساني فإلا ما ستحفى بقلبي وذلك أضعف لهم ربنا متطلع على القلوب طالما أنت في نيتك قلبك محروق عليهم بتدعلهم بتتبرع لهم بتنشر قضيتهم بتقاطع المنتجات الدعيمة ليهم ده اللي عليك إنما الناس بقى اللي بقول لك يفتح الحدود تب مهما تنين مليون هناك مش محتاجين بشر زيادة أنت مش هتقدر تروح لو فتح لك الحدود الأمر لا يتم بهذه الصورة بعض الناس يقول لك تب ما جيوش العربات اتدخل تب ما أمريكا وفرنسا وبريطانيا حيددخلوا هتبقى أنت أشعلت فتيل حرب عالمية فالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تقتل سبعين من الصحابة في بئر معونا عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم خد جيش وراح لعمر بن الطفيل علشان يحربوا لا دعا عليهم شهر كامل صلاة الفجر والدهر والعصر والمغرب والعيشة يخلص الركعة الأخيرة ويرفع من الركوع ويدعو عليهم ويقنط عليهم في الصلاة فإحنا اللي في إيدينا دلوقتي الدعاء المقاطعة التبرع نشر القضية وماذا يحدث بعد ذلك إن شاء الله هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى في البعض بيقول ده لقم تعيشي فأنا بشتغل في الوقت الحالي عشان ده لقم تعيشي وفي البعض قال لا مش هادر أشتغل في الوقت الحالي وأهلنا في فلسطين ده بيحصل ده بظهر على السوشال ميديا ما بين الفنان محمد سلام وبين الفنان بايوم الفؤاد إيه موقع؟ أنا بدعم الفنان محمد سلام شايفه إنسان في المقام الأول وده رسالة الفن الفن بيهذب النفس الإنسانية بيخلي الإنسان عنده شعور بيخلي الإنسان عنده إحساس بالناس الفن حاجة راقية جدا ده الفن الحقيقي اللي احنا نعرفه إنما الفن اللي يخليني أروح أرقص المشكلة أستاذ دامر أنا ممكن أعمل حاجة بس أسكت من صمت نجا من صمت نجا ضرر أخفي من ضرر إنما أطلع أبرر ده بشكل يعني أقبح من الفعل نفسه دي أعتقد إنه هو يعني جانبه الصواب فيها وإحنا بنقول لكل الناس ربنا يهديهم وردهم إلى الخير وكل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون فربنا يهديهم جميعا إنما شايف الفنان محمد سلام وإنسان مصري أصيل أتمنى لكم للتوفيقين الشيخ عبدالعزالي أنا بشكرك تسلم ونورتني وقفتني وكل اللي تقال وربنا تكتب أنه يتقال على لسانك مهم في الوقت الحالي عشان الحوية الدينية الإسلامية وهو معتقاداتنا وأساس حياتنا على الأرض البعض بيتوهنا بشكل أو بآخر في وقت العهد بتاع السوشال ميديا اللي احنا عايشين فيه فأصبح علينا أن احنا كل شوية نفقن نفسنا أن دننا هو مذهب عياه وأنه تفاصيله كتير إحنا للأسف أنا سعيد بلقائها محرق جدا وأنا على المستوى الشخصي يعني محب محرق جدا وإن شاء الله يقول لنا لقاءات إن شاء الله بشكورك ركات بشكورك